بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله سبحانه وتعالى أعدى لبعض من عباده مكانة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وبشرهم الله سبحانه وتعالى بنعيم مقيم وبمكانة لا تطاولها مكانة وبمنزلة لا تدانيها منزلة الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بشر أقواما بنور من عنده لا يحظى به أحد سواهم فقال سبحانه وتعالى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم هكذا يتحدث الله سبحانه وتعالى عن مكانة الشهداء هكذا يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الأجر الذي أعده سبحانه للشهداء ويتحدث عن النور الذي يضفيه سبحانه وتعالى على الشهداء لماذا؟ لأن هؤلاء الشهداء الذين أقبلوا على الله سبحانه وتعالى والذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى باعوا أنفسهم لله فاستحقوا من الله سبحانه أن يعد لهم مكانة لا تطاولها مكانة ولم تكن لأحد غير هؤلاء الشهداء ويقول الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء الشهداء موجها وملفتا للأنظار الناس يظنون أن الشهداء قد ماتوا وقد ذهبوا وقد رحلوا يقول الحق سبحانه وتعالى مبينا الحقيقة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون هؤلاء الشهداء الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بالحياة في آية أخرى في القرآن الكريم حينما قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين كل هذه بشريات من الله سبحانه وتعالى لعباده الذين منحهم الله تعالى هذا الفضل نعم لماذا؟ لأنهم باعوا أنفسهم لله فاشترى الله تعالى منهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم كثير من الناس الذين أتيح لهم أن يروا مرحلة انتقال هؤلاء الشهداء وصعود أرواحهم إلى الله سبحانه وتعالى يحكون المواقف أنهم كانوا فرحين وأنهم يرون الابتسامة على وجوههم وأنهم يرونهم في حالة من الفرح والسرور والسعادة وكأنهم يطؤون بأقدامهم الجنة نعم هذا حق لماذا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بشرهم بهذه المنزلة ولأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وعدهم بهذه المكانة ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به كان من حقهم أن يستبشروا وكان من حقهم أن يروا منازلهم في الجنة عند أول قطرة دم تسيل منهم نعم هكذا أعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الشهداء لهذه المكانة التي ينالون بها عند الله سبحانه وتعالى أعلى أجر وينالون بها أعظم مكانة أعدهم الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر لأنه ليس كل أحد مؤهلا ولا مستحقا لأن ينال هذه المكانة الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبئنا عن هذا في القرآن الكريم حينما يقول للمؤمنين وهم في ساحات الوغى وفي ميدان المعارك يقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء نعم هؤلاء الشهداء وثقوا بما عند الله سبحانه وتعالى أكثر من ثقتهم بما كان في أيديهم في الحياة الدنيا هذا الرجل الذي كان في غزوة بدر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناول بعض التمرات وهو مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة وما أعده الله تعالى للشهداء من مكانة ومن منزلة عنده سبحانه وتعالى الرجل بعدما سمع من سيدنا رسول الله دفعه إيمانه وتصديقه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول والله إن عشت أو إن حييت إلى أن أنتهي من هذه التمرات والله إنها لحياة طويلة التمرات التي تستغرق بعض الوقت القليل الرجل يستطيل المسافة هذه من الوقت ويعدها مسافة طويلة لأنها تمنعه من الجنة نعم تحول بينه أو هي التي تفصل بينه وبين تحقيق وعد الله سبحانه وتعالى لهذا يا معاشر المؤمنين كان لهؤلاء القوم البشرى من الله وكان لهؤلاء القوم الحياة الأبدية من الله سبحانه وتعالى وهذا سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي عاش عمره كله مجاهدا في سبيل الله ثم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يموت وهو في فراشه سيدنا خالد رضي الله عنه يتألم لهذا ويحزن أنه لم يكن في عداد الشهداء ويقول إيهني يا خالد تقضي عمرك في ساحات القتال ثم أنت تموت في فراشك كما تموت البهائم ولله در من أنشد قائلا هل من يموت في ميدان الجهاد كما موت البهائم في الأعطان تنتحر كلا وربي فلا تشبيه بينهما إذ قالها خالد إذ كان يحتضر أهل الشهادة في الآثار قد أمنوا من فتنة وابتلاءات إذا قبروا ويوم ينفخ صور ليس يزعجهم والناس خائفة من هوله فزع ما كل من طلب العلياء نائلها إن الشهادة مجد دونه حفر وقد تردد في الأمثال من زمن لن يبلغ المجد حتى يلعق الصبر رب اشترى أنفسا ممن يجود بها نعم المبيع ورب العرش ما خسروا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته